موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم طالت يد الغدر العالم السني مجيب الرحمن الأنصاري الجمعة الماضي بتفجير قوي خارج مسجد في ولاية هارات غربي أفغانستان استهداف الأنصاري ليس الأول من نوعه في أفغانستان بل هو واحد من عدد من رجال الدين والشخصيات البارزة في البلاد الذين استهدفوا بعد إعلان طالبان توليها للحكم قبل عام اغتيال علماء وأئمة أهل السنة في أفغانستان ليس عملا عشوائيا وإنما عمل مدبر تقف وراءه جهات خبيثة لا تريد لدولة في المنطقة أن يرتفع فيها شأن الإسلام وشأن السنة وأهلها وعلمائها يشير بعض المراقبين والمحللين إلى إيران بأصابع الاتهام في أفغانستان في تلك العمليات اغتيال علماء أهل السنة